المرأة تقوم بالاستقبال أنه طبعا المرأة تقوم بالاستقبال لما يجوا الحجاج وطبعا البرقية تجي من الليل والقومة المستعددة يقوم نساء وهي يقوم وقوم جيدنا بكرة حجاج لأنه كان البوكلة في جدة هم اللي يستقبلوا الحجاج ويرسلوا البرقية فيوطز أهلو تبدأ النساء بيعد بالاستعداد لكيفي إيش الأكل اللي هيدا الدموه إيش الصفر إيش فين الأماكن اللي هيبيتوهم فيها فيبدأوا يستعدوا بكامل الضيافة المرأة كانت تقوم بالرعاية الصحية للحجاج يعني واحدة مردت حاجة ليش لي كانوا كانوا بيسكنوا عندهم الحجاج كانوا بيسكنوا في بعض ويفضوا جزاء من البيت ويسكنوا الحجاج معاهم هم يطلعوا في المبيتات أحيانا زي كده فحتى يعني لما تمرض الحاجة هم اللي يطببوها هم اللي أحيانا وهذا عمل بعض الصحابيات إي وإي وصحيح يعني المرأة اشتغلت في هذه الأشياء منذ يعني في التاريخ الإسلامي كله واستمرت المرأة المكية عليه موسيقى 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 موسيقى